موسيقى الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحمد لله ذي القدرة والنعم ذي الفضل والكرم الحمد لله حي قيوم لا ينام عزيز لا يضام قهار لا يرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد يقول الباري سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ملة الإسلام اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا قليل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يذكرون الله إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر المنافقين والمنافقين والشاهد من الآية هو قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا فالإنسان إذا تكلمنا عن المنافقين لا معنى أن نتهم أنفسنا بالنفاق ولا تنغيص على الأنفس بأن الإنسان يكون منافق وليس من شمة المؤمنين ولا من أخلاق المؤمنين أن يرمون الآخرين بالنفاق أو بالكفر أو بشيء آخر وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر النفاق ليردع قوما ولكن ليذكر المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لنا خصال المنافقين قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أت من خان وإذا أوعد خلف وفي رواية أخرى زادة قال وإذا خاصم فجر فالنفاق هنا خصلة أو كما يكون اعتقادا ولكن بالنسبة للمؤمن فهو حريص أن يعرض نفسه على كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فعندما الله سبحانه وتعالى يذكر الخداع فيذكر كيف يخادعون الله سبحانه وتعالى والله علي قدير كريم خبير قهار إنما خداعهم لله هو خداعهم للمؤمنين كما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال إن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا فالخداع هنا هو للذين آمنوا فمن خادع المؤمن النقي الخادع المؤمن الخالص فهو خادع لله سبحانه وتعالى ثم يأتي السؤال ما معنى الله سبحانه وتعالى قال والله خادعهم وهو خادعهم وإنما يخذعون أنفسهم خادعهم أن الله سبحانه وتعالى يمدهم في طغيانهم يعمهون أن الله سبحانه وتعالى لا يريهم سبيل الرشاد أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم ولكن المؤمن حينما ينظر إلى هذه الآيات ويعرض نفسه على هذه الآيات فعليه أن يتحرى الرشاد وعليه أن يتحرى القرب من الله سبحانه وتعالى إن كان حقيقة يريد مرضات الله سبحانه وتعالى وأذكركم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يترجى حذيفة بن اليمان يترجى حذيفة بن اليمان حين وهو أمين السر للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده قائمة المنافقين فكان عمر يترجى حذيفة ويقول وعسم موجود في القائمة ولم يهنأ له بالا إلا عندما قال له حذيفة سأقول لك ولا تراجعني أبدا إن اسمك غير موجود بين المنافقين وإن عمر هو نفسه وهو في آخر أنفاسه وهذا من تواضع المؤمنين وهذا من خصال المؤمنين الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى والخوف أن لا يتقبل الله منهم سبحانه وتعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من تلك الخصال الكريمة أنه قال في سورة المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فعندما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لنبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء الذين يقومون بالسيئات ثم يأتون الحسنات ليكفروا عن سيئاتهم قال لا يا بنت الصديق هؤلاء الأتقياء الأنخياء الذين يسارعون في الخيرات ويخافون أن لا يتقبل منهم فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه في آخر أنفاسه كان يقول ويحك يا عمر إن لم يغفر الله لك ويحك يا عمر إن لم يغفر الله لك وعلي رضي الله تعالى عنه في قيام ليل طويل يمسك بلحيته ويقول للدنيا طلقتك ثلاث غري غيري لا تغريني زادك قليل وصفورك طويل وهذا من شيمة المؤمنين أن يراجعون أنفسهم فإذا تكلمنا على النفاق أو خصال المنافقين إنما لنقي أنفسنا من تلك الخصال وشيء آخر وهو المهم في هذا المرتكز أن الإنسان عندما يدرس خصال النفاق يجد في نفسه شيء منه لأن من منا لا يقوم إلى الصلاة وهو كسلا ومن منا يفتر لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى من من لا يقوم للصلاة وهو كسلا ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى والغريب في الأمر إن العبد إن ساق في هذا المساق يكون في جهة تضليل نفسه وقد ذكرنا ولم نجاوب عن السؤال قال وهو خادعهم أي يضلهم أي يطبعوا لا قلوبهم ولكن ما معنى ذلك قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم فالإنسان يحسب أنه على خير كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الكهب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن هو في ضلال ولا يدري وهو في عوجاج ولا يدري ويقول لماذا حز علي الأمر لماذا حز علي الأمر لماذا الأمر صعب نقول له لعلك افتريت على نفسك شيئا وأنت لا تدري به فانظر إلى معاملتك مع ربك أنظر كيف أنظر كيف تقوم إلى صلاتك أنظر كم تذكر ربك في يومك وإن فتر الإنسان على ذلك فيخسر بركات رب العالمين ولا يعي أو لا يأخذ ولا ينتفع بما يفعل من خيرات لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حدين حد المؤمن الكامل وحد الكافر ثم المنافق والمنافق منافق الاعتقاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل من النار وبينهما درجات وذكر الله سبحانه وتعالى سماهم الذين في قلوبهم مرض ففيهم من في قلبه مرض يسارع ليداوي قلبه وفيهم من في قلبه مرض يسارع والعياذ بالله في السيئات حتى يطبع الله على قلبه والذين في قلوبهم مرض فجلنا في قلوبنا مرض ولكن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هؤلاء بخير قال ومنهم قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فاعص الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم سبحانه وتعالى فالخلط بين العمل الصالح والعمل السيء فهذا حال المقتصد كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت في آية من سورة فاطر قالت فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقال منهم السابقون بالخيرات قالت أولئك قوم قد مضوا كأبي بكر وعمر وسميت نفسها رضي الله تعالى عنها من تواضعها أنها مقتصدة أنها مقتصدة فشيء الآن الذي ننبه عنه أو نريد أن نحلله ما هو السبب التكاسل في الصلاح ما هو السبب الفتور عن ذكر الله الذي ذكره الله سبحانه وتعالى خصة أو نتيجة من نفاق هؤلاء والعياذ بالله من النفاق فإذا تمعند في آيات الله سبحانه وتعالى تجدوا أن سبب ذلك هو ابتغاء العزة من غير الله قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم من الله عذابا بأن لهم عذابا أليم ثم قال أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا السؤال هنا ما معنى العزة؟ المعنى العزة الشرف العزة الجاه العزة الهيبة ولكن حقيقة لا المنافق ولا غير من ذلك من الناس الذين يبتغون العزة يبتغون عزة كمنصبا أو كصفة إنما يبتغون العزة لسبب آخر ألا وهي راحة النفس ألا وهي المنع لأن الإنسان يخوفه الشيطان فيريد أن يؤمن نفسه من ذلك الخوف أو يطمئن نفسه من أشياء هي كانت له سببا في انكراث وسببا في أزمة نفسية فمثلا له ضيق في المال فكل من يعطيه مالا فيواليه من أجل المال حتى تطمئن نفسه فلذا هنا قال سبحانه وتعالى أن يبتغون عندهم العزة لأنهم أخذوا الذين كفروا أولياء لماذا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في حالة ضعف فهم يظنون أن ستكون للكافرين سطوة فاتخاذهم أولياء هو الذي ينجيهم فاتخاذهم أولياء للكافرين هو الذي يعطيهم هذه الراحة النفسية والراحة النفسية تكون صفتها كنوعا من الفرح الداخلي يشعرون به تلك هي العزة فالله سبحانه وتعالى قال أن يبتغون العزة لأن العزة حقيقة هي صفة في النفس والروح وفرح المؤمن في نفسه وروحه بمرضات ربه بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الراحة النفسية نجدها اليوم كيف نجدها اليوم؟ نجدها أن الناس الذين كالمنافقين لا يكترثون بدين الله ولا يكترثون بصلاة فالراحة النفسية لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى الراحة النفسية يجدونها في تجارة يجدونها في مال يجدونها في منصب يجدونها في جاه يجدونها في أي شيء يزيل عنهم الكرب يجدونها في أي شيء يزيل عنهم الخوف ولو أنهم يوالون من يعاد الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يركضون إلى الذين يظنون أن بيدهم المنعة بيدهم القوة يسارعون فيها يقولون ما هو السبب ما هي العلة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا مصيبة نخشى أن تصيبنا إن كانت له أولئي الصطوة فنخشى أن تصيبنا مصيبة فنكون أصحابا لهم فنكون أولياء لهم حتى نمنع من شيء أو من عذاب والله سبحانه وتعالى قال في الآية التي ذكرناها أو في الآية التي قبلها الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فسبحان الله ابتغاء هذه الراحة النفسية من كل شيء إلا من عند الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان في حالة تذبذب ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فمذبذب إن كان الكافر له الصطوة إن كانت التجارة هي التي تعطيك الراحة النفسية إن كان المال أو الجاه أو الأولاد فيكون الإعراض عن المؤمنين ودين الله أولى لماذا؟ لأن الإنسان أولا جعل هدفه راحته النفسية من غير أن يفكر ما هو السبب الحقيقي لاطمئنان النفوس والراحة النفسية لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي لعلموا أن الراحة النفسية والإطمئنان في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلذلك أن لهؤلاء المذبذبين أن يجدوا راحة في صلاتهم إن الراحة التي يفتشون عنها هي في المال واللعب واللهوي وليست في الصلاة فلا تكون لهم الصلاة راحة فلذلك لا يقومون إلى الصادية إلا وهم كسالة وإذا تمعنا في هذا المفهوم وإذا تمعنا في هذا التحليل نجد أن سبب كثيرا منا في تكاسلهم إلى الصلاة أنهم وجدوا راحة نفسية وإطمئنانا في غير ما يرضي الله في غير ما يرضي الله قال سبحانه وتعالى إن الذين رضوا بالحياة الدنيا وإطمئنوا بها رضوا بالحياة الدنيا إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا ابتلاء أوفر لهم العطاء فظنوا في ذلك العطاء مرضاتا وارتاحوا واطمئنوا بذلك العطاء فسبحان الله فنسوا أنفسهم بنسيانهم أن الله هو الرزاق أن الله هو المنعم وأن الله سبحانه وتعالى الذي هو قادر على أن يأخذ كل شيء على أن يأخذ كل شيء فلذلك إخواني لو تمعنا في سبب التكاسل في الصلاة والسبب الفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو خلل في علاقتنا مع الله خلل في عدم معرفة الله سبحانه وتعالى وخلل في النظر فيما يحيط بنا وفي النظر فيما في أنفسنا لأن لو نظرنا وتماحنا وفهمنا كتاب الله سبحانه وتعالى لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرزاق وهو وحده سبحانه وتعالى المؤمن الذي يعطيك الأمان وهو وحده سبحانه وتعالى السلام الذي يرفرف على قلبك وعلى كيانك بسلام هو الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسيء أشياء لمعاذ ابن جبل ولماذا نذكر الصلاة في هذا الشهر الكريم لأن الصلاة هي المظهر التي تعاينك والصلاة هي المظهر التي تصور لك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فإن كان في الإنسان إن كان الإنسان ضائعا في صلاته فهو لغير ذلك أضيع وإن كان الإنسان في صلاته غير حاضر فهو لذكر الله عن ذكر الله غافل ولذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة كانت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم ولكن أغلبنا قرة أعينهم في اللهو واللعب ثم يقول لماذا لا أجد إطمأنانا في الصلاة لماذا لا أجد حلاوة في الصلاة ونحن والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بصيام رمضان أكرمنا أن بلغنا رمضان فهلما نأخذ من رمضان بركات رمضان بليس أن نجد التقوى من خلال الصيامنا ولكن نسارع في الزيادة في الخشوع في صلاتنا لأن الصلاة هي العمود وإن الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى موسى قال له يا موسى بعدما قال في سورة طهر إنني أنا الله لا قال واستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فجعل الصلاة هي القيام للذكر والعبودية فنقول إذن الصلاة هي العمود وهذا ما قلناه آنفا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذن ابن جبل حيث قال له قال أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قال بلى يا رسول الله قال رأس الأمر كله رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فالعقيدة هي الإسلام فقتك بالله سبحانه وتعالى هي الإسلام توكلك على الله هو الإسلام حبك لله هو الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وليس الإسلام فقط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكن معاني الشهادة هي تفضي وتفضي وتفرض علينا أعمال قلوب هي مفروضة من حب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه والثقة به والتوكل عليه فإن كان هذا الإسلام هو الإسلام الحق فلا يقوم على عمود إلا عمود واحد ألا وهي الصلاة فإن الإنسان لا يجعل حب الله وحب نبيه أن يترجمه في صلاته فهو لا أقول زائغ ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المجاهدة حتى نفهم ذلك وإن ليس عندنا خشوع فالمجاهدة على أن نصل إلى الخشوع فإن شاء الله خشوع لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال الذين ينالون تكفير الذنوب بالصلاة الذين يجاهدون أنفسهم في صلاتهم ليجدوا الخشوع وليس لهم خشوع فنقول العمود هو الصلاة ولا يكون جهادا إلا بصلاة قامت على العقيدة إلا بصلاة فيها خشوع إلا بصلاة يقوم إليها العبد مسارعة إلا بصلاة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال إلا في صلاة تجد فيها قرة أعين إلا في صلاة تشجد فيها إلى ربك ابتغاء مرضاته إلا في صلاة تشكو فيها نفسك إلى ربك إلا في صلاة تفتح قلبك وتفتح قلبك فيها لله سبحانه وتعالى ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يرى شاحب الوجه حينما يقوم إلى الصلاة خائفا وذكرت الرواية كذلك عن بعض أحفاده ألا وهوزين العابدين ابن علي ابن الحسن ابن علي قيل له لماذا نراك هكذا شاحبا خائفا قال إني سأقوم بأمانة وهذا من دقة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه بأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن الإنسان أو إنه كان ظلوما جهولا هذه الأمانة هي المعترك في النفس وإن فاز في هذا المعترك ففاز بدينه فإن قام إلى صلاته مسارعا فقد فاز بدينه وإن قام إلى الصلاة مسارعا فسيذكر الله سبحانه وتعالى خارج صلاته وذكر الله خارج صلاته بفعل أوامره والانتهاء عما أمر الله سبحانه وتعالى أن ينتهى منه ولذلك في خلاصة نقول كيف الإنسان يبدأ في منطلق الإصلاح كيف يبدأ في مشروع الإصلاح في هذا رمضان لا نريد أن نكون مثل المنافقين والعياذ بالله ولن نقول المنافقين أولئك المنافقون ذو الاعتقاد الذين سيكونون والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار ولكن هذه الخصال الذي تشوب علينا ديننا هذه الخصال التي تكون شؤما علينا هذه الخصال التي تنقس من معية ربنا معنا كيف يقوم الإنسان بأصلاح فيقول بعض أهل المعرفة وأقولها في أربعة خصال قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة قال فليكون الشروع مع العلم والقيام مع الحياة والأداء مع التعظيم والخروج مع الخوف فليقوم فليكون القيام مع العلم عندما تقوم وتقف أمام الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك أمام الله حين تستغفر الله فاعلم أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى حين تقول لا إلى الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فالعلم الذي يوجب التوقير في القلب فإن لم تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى كيف يكون لك الخشوع والقلب متعلق ومنجذب إلى اللهو والقلب متعلق ومنجذب ومغموس في مشاكل الدنيا فإن لم يقل عالما بالله سبحانه وتعالى كيف يشرع في صلاة وتكون هذه الصلاة حية وفيها روح ثم قال بعد الشروع مع العلم القيام مع الحياة أن تقف أمام الله سبحانه وتعالى بحياة الذي سبحانه وتعالى أكرمك أن تقف بين يديه الذي خولك وهداك ومنحك وأنعم عليك أن تقول الله أكبر الذي سبحانه وتعالى ما جعلك بين يديه إلا يريد أن يهديك إلا أن يريد أن يرحمك إلا أن يريد سبحانه وتعالى أن يتفضل عليك فهذا من الحياة الحياة من المكرم الذي أكرمك بشيء لا تستحقه الحياة من الله سبحانه وتعالى الرزاق الذي رزقك من غير طلب منك ثم قال والأداء بتعظيم أن تؤدي ركوعا وسجودا وقياما وتلاوة وأنت تعظم الله تعظم الله بالتسبيح تعظم الله بالتهليل تعظم الله بالتكبير قال ثم الخروج مع الخوف أن تخرج من الصلاة وأنت خائف ألا يتقبل الله صلاتك أن تخرج من الصلاة وأنت خائف لعل الله سبحانه وتعالى ينزع منك تلك الهدية المنة العظيمة ألا وهي الإيمان ولذلك كان أحد الصالحين قال إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين عيني والموت من ورائي والجنة عن يميني والجهنم عن يصاري وكأني واقف على الصراطي ثم كبرت قال فأتممت ركوعها وقيامها وسجودها ثم إذا سلمت قلت اللهم تقبل مني ولا أظن أن الله سيتقبلها مني ونقول كما قال أحد العلماء إذا قال أحدكم الله أكبر فليجعل مع الألف التعظيم ومع اللام الهيبة ومع الهائي المراقبة والقربة فعندما تقول الله ولذلك كان السلف الصالح يمددون الله وأكبر يقول الله أكبر فتذكر مع الألف أو الألف تقول الله آه التعظيم لام الهيبة والها أن الله ينظر إليك والها أنك قريب من الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفره هو الغفور الرحيم بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى منة ليس كمثلها منه وإن الله سبحانه وتعالى غضب على المنافقين لأنهم يسعون ويركضون إلى وجود شيء أو إلى نيل شيء من الذين لا يقدرون على شيء يريدون الإطمئنان والعزة والراحة في غير يد الله سبحانه وتعالى فنسوا الله فأنساهم أنفسهم وقلنا مشروع الأصلاح يبدأ بالحيبة والتعظيم في الأداء والحياء بالقيام أمام الله سبحانه وتعالى وإن فعنا ذلك فاعلموا أن صلاتكم محطات حتى تصل إلى مقام الله سبحانه وتعالى فكلما تقف أمام الله تذكر أنك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فمن لم يخف اليوم في صلاته ويلقي بالا ويعتي من مجهوده أن يجد حضور قلبه في صلاته فأنا له إذا وقف بين يدي ربه ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى القيام بين يدي الله ومخافة القيام بين يد الله سبب لمرضات الله سبحانه وتعالى قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين عندما تقوم عندما يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة وتكون وحيدا فردا عريانا والناس يقومون فإن قمت أنا ذاك وقد كنت مطمئنا مع ربك في صلاتك فسيمنحك الله الإطمئنان والأمان أولئك الذين يقول لهم ذلك اليوم رب العزة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقال سبحانه وتعالى عندما برزت الجحيم لمن يرى قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى فمن لم يخف مقام ربه فمن لم يكترث بمقام ربه اليوم فإن الله لا يكترث به يوم القيام واعلموا أن في قيامكم بين يدي ربكم يكون منعة لكم من غضب ربكم ويكون لكم مفازة بإذن الله وانظروا حين تلقوا ربكم لأنه قال ولمن خاف مقام ربه جنتا فاسعى يا أخي على أن تلان مرضات الله وليست جنة وإن كانت جنة عرضها السماوات والأرض ولكنهما جنتا لماذا لأنك خفت مقام ربك فبسعيك أن لا تكتسل أو تكون كسولا في صلاتك بأن تجعل ثقتك بالله وليس ثقتك بغير الله وإن أردنا أن نخلص أو أردنا أن نقول خلاصة واحدة أن نبدأ بالصدق مع الله فنصى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين من ذنوبنا ما علمنا منها وما لعن نعلم دقها وشقها صغيرها وكبيرها اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا والنور في أبصارنا واجعل اللهم ذكرك على لساننا اللهم يا رب العالمين لا إله لنا غيرك فنرجوه ولا ملكا غيرك فندعوه فنسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من عتقائك من النيران في هذا الشهر الكريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل دعاءنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة يرحمكم الله